هل ممكن يجي لك مريض وتعمله سكر تراكومي تلاقيه عالي بالرغم من انه ما عندهش سكر وقياسات السكر كلها طبيعية؟ اه ممكن والعكس كمان ممكن يعني ممكن مريض يجي لك وسكراته كلها مرتفعة وتيجي تعمله السكر التراكومي تلاقيه طبيعي او مرتفع حاجة بسيطة مش متناسب مع مستوى الجلوكوز في الدم مع هذا المريض فاهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن Limitation of homoglobulin A1c Test ايه هي مشاكل تحليل السكر التراكومي وامتى ما يعبرش بدقة عن مستويات الجلوكوز او مستويات السكر عند المريض بتاعنا وحلقتنا مخصصة للاطباء والطاقم الطبي وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو من زمان قوي كنت عملت فيديوهات بجودة سيئة كده كنت بتكلم فيها عن السكر وعن تشخيص السكر وكنت دايما اقول لما نشخص مريض سكر بنعمله تحليل سكر صايم وبعد الاكل بساعتين وسكر تراكومي ومش بس كده لا احنا ممكن نعيد له التحليل مرة كمان عشان نتأكد قبل ما نبدأ ندي للمريض بتاعنا علاجته العمره وممكن يكون فيه غلطة في التحليل من الاساس فدايما كنت بقول السكر التراكومي بالاضافة للسكر الصايم والفاطر ما ينفعش نعتمد على السكر التراكومي الوحده لكن دلوقتي قررت ان انا اتكلم عن Limitation of homoglobulin A1c Test او مشاكل السكر التراكومي وامتى ما يعبرش عن الجلوكوز فعليا للمريض لما شفنا مريضة كانت محجوزة عندنا فاحد الاطباء شك ان هي عندها سكر فطلب لها سكر تراكومي فطلع السكر التراكومي عالي شوية لدرجة يقول انه عندها سكر يعني اكتر من ستة ونص لكن لما جينا نقيس السكر الصايم بتاعها وبعد الاكل بساعتين لقينا طبيعي ولما عدنا القياس اكتر من مرة في اكتر من يوم طالع طبيعي تماما فلاقينا المريضة بتاعتنا عندها انيميا نقص الحديد وعرفنا ان انيميا نقص الحديد ممكن ترفع هموجلوب A1c او السكر التراكومي بدون ما تكون هي مريضة سكر اصلا فالموضوع ده خلنا نفكر تاني هي ايه الاسباب اللي ممكن ترفع هموجلوب A1c والمريض ما عندهش سكر اصلا وايه الاسباب اللي تخليه منخفض مع ان السكر عالي عند المريض بتاعنا بص يا صديق العزيز تحليل السكر التراكومي ده تحليل جميل جدا بنقس في الهموجلوبين المرتبط بالسكر او بالجلوكوز يعني جلوكيته هموجلوبين والهموجلوبين ده بيكون موجود داخل كرات الدم الحمرة وكرات الدم الحمرة احنا عارفين انه عمرها تقريبا حوالي 120 يوم فلاقوا ان اي حاجة تؤثر على عمر كرات الدم الحمرة تؤثر سواء بالزيادة او بالنقص على الهموجلوب A1c او السكر التراكومي فمثلا لقوا ان في اسباب كتير تؤدي الى انخفاض الهموجلوب A1c برغم انه مستويات السكر عالية او يعني ملوش علاقة بمستويات السكر اسباب اخرى تخلي الهموجلوب A1c ينخفض زي رقم واحد واشهرهم هي الهيموليسيز تكسير كرات الدم الحمرة المريض لو عنده مرض بيكسر كرات الدم الحمرة بشكل مستمر فكرات الدم الحمرة بتاعها او مدى عمرها او متوسط عمرها قل ما بقاش 120 يوم قل فكده الهموجلوبين المرتبط بالجلوكوز نسبته او كميته قلت فالسكر التراكومي يطلع قليل بالرغم من ان المريض نفسه ممكن يكون سكره مرتفع او نسبة الجلوكوز عنده مرتفعة لكن السكر التراكومي تلاقيه قليل بدرجة مش متماشية مع ارتفاع السكر ده السبب التاني هو الكورونيك رينال فالليار او الاندستيت جورينال ديزيز فاشل الكلا المزمن والحقيقة ان فاشل الكلا المزمن ده او الاندستيت جورينال ديزيز لقوه ان احيانا يقلل الهموجلوبين اونسي وفي احيان تانية يرفع الهموجلوبين اونسي فممكن يقلل الهومجلوبين A1C لان هذا الهومجلوبين A1C بيقلل برضو الـ Life span الـ RPCs كرات الدم الحمراء ليس تعيش بالشكل الطبيعي لكن بعض المرضى الآخرين ممكن يبقى عندهم ارتفاع في السكر التراكمي او الهومجلوبين A1C بسبب قلة الأيرثروبايوتي او بسبب زيادة هومجلوبين كرباميليشن او بسبب زيادة الجليكيشن يعني ارتباطه الجلوكوز بالهومجلوبين وترتو بتزيد لأسباب او بميكانيزم مش هندخل فيها المهم يعرف ان مريض Corona Cranial Failure ممكن السكر التراكمي بتاعه يكون منخفض او يكون مرتفع بما لا يتناسب مع مستويات الجلوكوز عند هذا المريض فالاعتماد عليه ما يبقاش قوي يعني كمان من الأسباب اللي تعمل سكر التراكمي منخفض هو سبيلينوميجالي او هيبرسبلينيزم لو الطحال عمال يكسر كرات الدم الحمراء ايضا احنا قلنا تقريبا اي سبب يكسر كرات الدم الحمراء ممكن يخلي السكر التراكمي منخفض كمان بعض الأدوية ممكن تعمل كده زي high doses من vitamin C و vitamin E كمان الhydroxyurea كمان دابسون وغيرها وغيرها من الأدوية اللي قدامك دي كمان في حاجة اسمها هيموجلونوباثي يعني مشاكل في الهموجلوبين نوع الهموجلوبين نفسه الهموجلوبين بتاع الإنسان في منه variance كتير قوي في منه أنواع كتير مختلفة لدرجة ان هم قالوا ان في 7% من البشر في عرضة او في احتمال انه يكون عندهم نوع من الهموجلوبين مختلف شوية وممكن يكون عندهمش أي أعراض من الأساس وبيكتشفوا بالصدفة فبعد الهموجلوبين variance دي ممكن تعمل انخفاض في مستوى السكر التراكمي زي الهموجلوبين ليدن وهموجلوبين S وهموجلوبين C و D و E وغيرهم وغيرهم كمان العلاج بالإريثروبيوتين المريض لو بدأ ياخد إريثروبيوتين فبيحفز النخاع العظمي انه يطلع كرات دم حمرة جديدة كتير وكرات الدم الحمرة الجديدة اللي طلعت كتير دي الهموجلوبين اللي جواها لسه لم يرتبط بالجولوكوز وعشان كده لما نقيس السكر التراكمي عنده لقيه منخفض مع انه مستويات السكر عنده ممكن تكون عالية كذلك الأمر لو بدأنا علاج لمريض كان عنده أنيميا نقص الحديد أو أنيميا نقص فيتامين B12 ابتدينا نديله حديد وابتدينا نديله فيتامين B12 نفس الفكرة كرات الدم الحمرة الجديدة طلعة كتير الهموجلوبين فيها لسه ممسكش بالجولوكوز فليجي نقسل السكر التراكمي أو الـ A1C بتاعه نلاقيه منخفض وخلي بالك أنا بتكلم عن علاج الأناميا أما أنيميا نقص الحديد أو أنيميا نقص فيتامين B12 بتعمل زيادة في الهموجلوبين A1C كمان نقل الدم ممكن يعمل برضو انخفاض في الهموجلوبين A1C عشان الهموديليشن تخفيف الدم كمان الحمل ممكن يعمل برضو انخفاض في الهموجلوبين A1C وعشان كده مش بنتابع سكر الحمل بالسكر التراكمي قوي كذلك الأمر لو المريض عنده كرونيك ليفرد ديزيز أو ليفرد سيل روزيز أو ليفرد سيل فيلير نفس الكلام كمان الأوفرد هيبوثيروديزم يعني خمول الغضة الدرقية هو كمان ممكن يعمل كده في بعض الحالات وعلى الجانب الآخر يا صديق العزيز في أسباب ترفع الهموجلوبين A1C أو السكر التراكمي ليس بسبب زيادة الجولوكوز ولكن لأسباب أخرى زي الأيرن ديشينسي أنيميا والبرنيشاس أنيميا زي ما قلنا أنيميا نقص الحديد ونوع من أنواع نقص فيتامين B12 الحالات دي ممكن يكون معاهم زيادة في الهموجلوبين A1C بسبب أن الأر بي سيز عمرها ممكن يزيد شوية في الحالات دي وكمان بسبب أن في أنيميا نقص الحديد في مادة تانية بتطلع اللي هي قدامك دي بتزود الجلايكيشن بتزود ارتباط الجولوكوز بالهموجلوبين كمان من الأسباب هوموجلونوباثيز بعض المشاكل في الهموجلوبين أيضا ممكن في بعض الحالات تزود الهموجلوبين A1C زي الثلاثيميا والهموجلوبين F والهموجلوبين S كمان زي ما قلنا ببعض الأحيان تعمل انخفاض وببعض الأحيان تعمل ارتفاع في السكر التراكمي أو A1C كمان زيادة البلروبين ممكن يعمل ارتفاكت أو يعمل مشكلة في التحليل ويطلع لك النتيجة عالية كمان بعض الأدوية زي لو مريض ياخد أسبرين بالجرعات كبيرة شوية لفترة طويلة ممكن يزود برضو عمر الأربيسيز كمان الفنوتوينز وبعض الأدوية التانية اللي قدامك دي كمان بوست سبيلينيكتومي ممكن المريض لو أزال التحال جراحيا واحد مثلا خط خبطة في التحال في حدثة ولا حاجة وشلوله التحال فممكن ده يؤدي نسبيا إلى زيادة عمر الأربيسيز ونيجي نقس له برضو السكر التراكمي نلاقيه عالي بغض النظر عن مستويات السكر وأخيرا الجينات اللي هدور في الموضوع شوية زي ما احنا عارفين الجينات بتتحكم في كل صفات الإنسان تقريبا وفي كل وظائف جسمه ففي بعض الناس عندهم جينات بتزود سرعة الجليكيشن ده يعني سرعة ارتباط الجلوكوز بالهيموجلوبين زي الأفرو أمريكان مثلا معروف أن الأفرو أمريكان بيبقى عندهم السكر التراكمي أعلى من الناس الطبعيين شوية والخلاصة يا صديق العزيز أن السكر التراكمي ده تحليل جميل جدا في معظم الأحوال هو جميل جدا وبيساعدنا في التشخيص بالإضافة للتحليل الأخرى زي ما قلنا السكر الصايم وبعد الأكل بساعتين وبيساعدنا في متابعة المريض ومدى استجابته على مدار ثلاث شهور زي ما احنا عارفين لكن ما عايزك تبقى عارف أن لي بعض المشاكل في بعض المرضى نبقى عارفينهم فمن عيوب السكر التراكمي أنه ممكن يرتفع أو ينخفض لأسباب تانية غير مستويات السكر كمان من عيوبه أنه مش بيعرفك يعني ممكن مريض يجي لك وسكره سبعة ونص لكن هذا المريض كان بيتعرض لنوبات من الهايبو جليسيميا ونوبات من الهايبر جليسيميا متكررة لأن السكر التراكمي يعتبر بياخد المتوسط وكمان الأخطاء اللي بتحصل فيه تحليل السكر التراكمي في المعمل أكتر شوية فنخلي بنا من المريض بتاعنا ونتبع إياسات السكر العادية بتاعته اللي هي صايم وبعد الأكل بساعتين والحاجات دي كمان لو أنت عايز تشوف حاجة يعني بدل السكر التراكمي في بعض الحالات اللي قلنا عليها دي فممكن نعمل حاجة اسمها أو نعمل ودول تحليلين لهم مميزات برضو لكن لهم برضو بعض العيوب إنهم مش منتشرين مش موجودين في كل مكان لسه مفيش جيد عن المفروض يكونوا كام بالزبط والتارجد بتاعنا فيهم كام وما إلى ذلك وكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة هسيب لك بعض المصادر في الوصفة أسفل الفيديو وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم